موسيقى اليوم 22 فيفري 22 فبراير 2024 خمس سنوات تمر على الحراك الشعب التاريخي الذي خرج فيه الجزائريون عن بكرة أبيهم طالبوا بالتغيير ورحيل الفاسدين والعصابات المفسدة طالبوا فيها بدولة مؤسسات مدنية دولة ديمقراطية دولة الحق دولة العدل دولة القضاء المستقل دولة تسترجع مال منهو خرج الجزائريون وجاء أنذاك العسكر ووعد الجزائريين بما تعرفون أنهم سيحققون مطالبهم ومآربهم ومضى مدن أعود إلى تلك الأسطوانة والأخطاء متبادلة من جهة العسكر ومن جهة الحركيين أيضا الذين هناك من غلبتهم نزعتهم الشخصية وأطمعهم في الجاه والنفوذ والسلطة على حساب مطالب شعب عانى الويلات عبر تاريخ الدولة الجزائرية المستقلة والمستغلة والمختلة في كثير من أركانها خمس سنوات طمر وتبون كان يسمي الحراك حراك مبارك أين هذا الحراك المبارك اليوم؟ هل رأيتم اليوم تبون يحتفل بهذا الحراك الذي أوصله للسلطة؟ لأنه يدرك يقينا أنه لم يوصل للسلطة بالحراك ولا الحراك لا أداءه علاقة بوصول تبون للسلطة بل من أوصله هم العسكر أوصلوه للسلطة ويحموه وهم الذين يملكون قرار بقاءه في السلطة أحسن لسلطة بالعسكر هذه هي الحقيقة التي يجب أن يعلمها جميع الجزائريين ترى هل تم استرجاع الأموال منهوبة لا شيء هل أعيدت الكرامة للجزائريين لا شيء السجون مليانة بالجزائريين الظلم بلغ مداه الأجهزة الأمنية تقترف بحق الجزائريين ما تعففت منه فرنسا إبان الاستعمار تعذيب في السجون قهر ظلم أحكام بالأوامر بالهاتف الأموال ما زالت تنهاب وتهرب إلى الخارج كل شيء على ما هو عليه طلب الجزائريون أن يرحلوا جميعا فعادوا جميعا وعادوا جمعهم في إطار عصابة جديدة حيث نرى مسجين الأمس بتهم الفساد هم الذين يصنعون القرار الآن وآخرهم ذلك العقيد المتقاعد الذي عنده عشرين قضية في القضاء وحسابه راهو أمبلوكي صار على رأس أهم مؤسسة من مؤسسات النقل في الجزائر وهي مطار هوارب مدين الدولي ما الذي تحقق للجزائريين؟ هل الجزائريين عاد لهم الأمل في وطنهم أبدا؟ هل جواز الصفر الجزائري عادت لقيمته أبدا؟ هل تم استرجاع الأموال وكذا وكذا؟ أبدا؟ هل الجزائري الآن أعادت له هذه الثورة وهذه الجزائر الجديدة التي تغنى بها هذا التفون؟ هل أعادت لهم كرمتهم؟ أبدا هل صار الجزائري الآن بقيمته أمام سفراته وأمام قنسلياته بالنسبة للجاليات الجزائرية في الخارج؟ لا شيء خمس سنوات ضاعت من عمر الحراك لو أن هذه السلطة الغاشمة هذه السلطة العسكرية التي أغوتها السلطة وأغرتها ببهرجها ودفعتها إلى التسلط والاستبداد والإفساد والفساد الأكبر والأكثر على ما كان عليه في عهد بوتفريقة أغراطها هذه الأمور بدل أن تغريهم ببناء دولة مؤسسات ما عندنا برلمان منتخب عندنا برلمان منتصب ويتكون من نصابين ومحتالين لا نعمم ولكن في عمومهم ما داموا يعينون بإعازات عسكرية من ثكنات لا تفهم في الديمقراطية ولا تفهم في الحريات ولا تفهم في حقوق الإنسان ولا تفهم في الاقتصاد ولا تفهم في الدبلوماسية ما هي الإنجازات التي تحققت للجزائريين لا شيء لا برلمان ولا مجالس منتخبة ولا الشعب الجزائري راح فوطة بلاوي حرائق سجون مليانة والأكثر ذلك خيبات دبلوماسية لا تحصى ولا تعد وعدهم تبون بالبريكس وستحولوا إلى بركوكس ما كان حتى شيء وعد دور دبلوماسي للجزائر لا شيء كلها أكاذيب في أكاذيب بل أن المكاسب التي تحققت من قبل في دبلوماسية بوتفليقة صارت من الأشياء التي تخسرها الجزائر ونذكر في هذا السياق اتفاق مالي إذن أيها الكرام أنه خمس سنوات تمر ضاعت من عمر الجزائر فوالله الذي لا إله إلا هو لو استجبتم لمطالب الجزائريين وخليت الشعب الجزائري يختار من يحكمه يختار برلمانه لا كانت الجزائر في وضع غير هذا الذي نراه الآن عملة الجزائرية راه في الحظير القدرة الشرائية متدهورة القنوط بلغ مداه اليأس الذي يعيشه الشعب الجزائري الآن في بلده لا يمكن وصفه بل الكل يفكر بأي طريقة كانت أن يجد مكانا له في الضفة الأخرى هذه هي الحقيقة التي يجب أن نعيها بعد خمس سنوات من حراك تاريخي لو استجاب له العسكر الذين هيمنوا على الدولة لا كان الأمر في وضع آخر ولكن هؤلاء العسكر الذين يرون الدولة ملكهم وليس أنهم مؤسسة دولة تملكهم بل أنهم يملكون الدولة وهم صنعوا الدولة وهم حرروا الدولة وهم بنوا الدولة وهم سجنوا الدولة وهم طردوا الدولة وهم انقلبوا على بعضهم البعض كل شيء يصنعونه وما على الشعب إلا المباركة عندما أتوا ببتفليقة صفقوا له ما يجب على الشعب إلا أن يصفق إذا فتح العهدات صفق سجنوه واعتقلوه بطريقة مقننة في بيتي ودخلوا خوف الحبس وكذا يجب الشعب أنه يصفق جابوا تفور خلين صفق هم يريدون الشعب فقط مجرد شعب مصفق لإعازات عسكرية جنت على الجزائر وجعلتها دولة معزولة دولة لا قيمة لها لا جوازها له قيمة ولا عملتها لها قيمة ولا دولة لديها صمعة آخرها ختمتها بأزمات لا أذرت بمصالح الدولة الجزائرية أذرت بمصالح الجزائريين عندما اندلع الحراك المبارك الحراك التاريخي الحراك الأصلي الأصلي على ما كان يردده تبون في مراحل سبقت عندما كان يريد مغازلة هذا الحراك ولكن عندما تمكنت العصابة العسكرية من دوليب الدولة وصار كل شيء بين يديها صار هذا الحراك لا يعني شيئاً عند هذه الطغمة الفاسدة والمستبدة التي ولغت من دماء الجزائريين وتمتص عروقهم كمثل البعوض والقادم صدقوني سيكون أسوأ بكثير إن بقي الحال على هذا الحال ضيعتم على الجزائر فرصة التغيير مثل ما ضيعتوها من قبل عام 1988 عندما أدخلتم الجزائر في دوامة وعبر خطة أوصلت الجزائريين إلى أن يقتلوا بعضهم بعض يبقوا بطون حواملهم ويذبحوا بعضهم بعض ووصلت الضريبة إلى ربع مليون جزائري قتيل ومليارات من الدولارات خسائر فضلاً عن المفقودين الذين يتجاوز عددهم ثلاثين ألف من أبناء الشعب الجزائري لم يتحقق شيئاً لا جزائر جديدة بل الجزائر على الحديدة لا الجزائر قوة ضاربة كما يدعون بل هي قوة مضروبة على كل الأصعدة وللأسف أن الدولة عندما تأتي هذه الطغمة وترفض هذه الحركية التي أعادت حقيقة الأمل للجزائريين تذكرون في فترة الحراك في فريو مارسو توقف الحراك نهائياً لأنه عاد لهم الأمل في بلدهم الضائع ولكن الآن لو تتاح لهم الفرصة ما زالت الحراك أسراب ومجموعات من الحراك يومياً تصل إلى الضفة الأخرى من المتوسط هاربين من هذه البلاد بل بين الجزائريين من يبحثون على أي صيغة كي يسترجعوا الجنسية الفرنسية لأجدادهم وأبائهم علهم يظفرون بها ثم يغادروا هذه البلاد التي صاروا يختنقون فيها بسبب هذا الظلم المصلط إذا كان في عهد بوتفليقة هناك فساد هناك نهب لكن هناك نوع من الحريات وهناك نقص كبير في الاستبداد فالعائلات لا تظلم لكن حافظوا على الفساد بطريقة جديدة ثم بلغوا منتهى الاستبداد صاروا يظلمون أبناء المجاهدين وأبناء الشهداء وأبناء الجزائريين عموماً لأنه لا فرق بين هذا وذاك لكن نذكرهم بأبناء المجاهدين وأبناء الشهداء لأنهم يتغنون بهذه الومضة التاريخية لأسباب تعرفونها لأن الأنظمة الفاشلة عندما لا تجد شيئاً تلجأ إلى العزف على أوطار الدين والتاريخ والمقدسات لهذه الأمة أما الدول التي حكامها يملكون مشاريع استراتيجية في التنمية والتحضر والتطور فإنهم ليس لديهم وقت كي يجتروا الماضي بل أنهم يستفدون من الماضي من أجل تحريك الحاضر وفق رؤية واعدة وناجعة ورائدة لمستقبل أفضل اليوم الجزائريون بدل أنه كان من المفروض يخرج الجزائريين يحتفلوا يعني يوم تاريخي ولكنه ما أحد خرج لأن الطعنة كبيرة والغضر الذي غضرت به المؤسسة العسكرية بالشعب الجزائري لا يمكن أن ينسى أبداً فالمؤسسة غضرت برجالها أولاً في الجنرالات اللي كانوا ملتفين حول القايد صالح راهم في السجون كل ولا راهم في بيوتهم أو أنهم مختفين أو ماتوا في ظروف غامضة بعد ما قتل القايد صالح في تلك القصة التي تحدثنا عنها مراراً وتكراراً خمس سنوات مرت كان من الممكن أن الجزائر الآن راه تستعد في أجواء من الديمقراطية والحريات والتنافس بل أن الآن كل وسائل الإعلام العالمية راه موجه إلى هذه التجربة الفتية في الديمقراطية وفي بناء المؤسسات وفي تحويل الثورة إلى ثروة حقيقية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية وما إلى ذلك من هذه الأمور لكن ابتلان الله بجنرالات عقولهم في أحذيتهم وأحذيتهم فوق رؤوسهم حتى أصبحت البلاد كما ترون لا قيمة ولا قامة ولا قيم ومعزولة ولم يجد تبون غير الآن هذه الفطرة كلها بدل أن نجول في الولايات كلها أمام غير تين دوف وفقط المهم يكون قريب من إبراهيم غالي وعصابات البوليزاريو ليس إلا صدقوني غدرتم بالحراك فشوهتم الجزائر وأسأتم إليها وأوقفتم عجلة كان من الممكن أن تجعل من الجزائر شيء آخر غير الذي نراه ولكن للأسف أطماعكم وأوطانكم هي بوطونكم وثورتكم في عورتكم وها هي البلاد أصبحت عوراء بسبب سياسة حمقاء من هؤلاء الذين لا يستحقون تلك النياشين التي على صدورهم فلا يعقل أن تضع نيشان نصر على صدري من هو أصغر من في العقل وفي كل شيء من دابة تدب على الأرض والقادم أسوأ واذكر كلا لا شيء موسيقى